أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حزم بدوي غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح المستشار أحمد بنداري قال إن اللجنة أغلقت باب تلقي طلبات الترشح الذي انطلق في الخامس من أكتوبر ولمدة عشرة أيام وذلك وفقا للجدول الزمنية الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من الخامس من أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم وتبع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عمليها أوراق أربعة من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والمماثل القانوني للمرشح ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة ورئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر قد عمل اللجنة تبرى من يوم خمسة عشرة وفقا للجدول الزمني الذي تم إعلانه اللجنة تلقت أوراق الترشح لعدد أربع مترشحين بداية من يوم سبعة عشرة تقدم الممثل القانوني للسيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي وتقدم السيد محمد فريد سعد زهران يوم تمانية عشرة وشهرته فريد زهران وتقدم السيد عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة يوم تسعة عشرة وتقدم السيد حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر يوم 13 عشر والنهاردة آخر يوم في لجنة تلقي أوراق الترشح وبنعلن انتهاء عمل اللجنة وتقدم أربعة خلال فترة عمل اللجنة من يوم 15 حتى يوم 14 عشر وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات مرسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود داني في صورة مدارة في أروقة مقر الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم أهلا وسهلا بك إيبا وبكل أسادة المشاهدين على مدار عشرة أيام كانت الهيئة الوطنية للانتخابات تستقبل كل المرشحين الراغبين في الالتحاق في الانتخاب والترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 إلى أن أغلقت اللجنة اليوم أبوابها في الثانية من ظهر اليوم معلنة عن تقديم أربعة من المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية لكن تفاصيل أكثر عن عمل اللجنة خلال هذه المدة وكيف كانت تجرى الأعمال وأيضا الفترة القادمة كيف ستعمل اللجنة يسعدني أن أرحب بمعالي المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح برحب معاليك معالي المستشار وأهلا وسهلا بحضرتك يعني على مدار عشرة أيام كانت اللجنة تستقبل كل المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية كيف كان عمل اللجنة وكيف استقبلتم المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة الأول بشكر حضرتك وبرحب بالتلفزيون المصري أنه كان معانا خطوة بخطوة من أول يوم حتى نهاية العمل بداية عمل اللجنة كان من يوم 15 لغاية يوم 14 حتى الساعة الثانية مساء تم تلقي أربع مرشحين بأوراق ترشحهم ما بين تسكيات وتأيدات في اليوم 17 تقدم الممثل القانوني لسيد عفتاح السيسي المشار محمود فوزي وتقدم بالتسكيات والتأيدات المطلوبة وفقا للقانون يوم 18 تقدم سيد فريد زهران وبرضو بالتأيدات التسكيات من أعضاء مجلس النواب ويوم 19 تقدم سيد عبسانة ديمامة برضو بالتسكيات المطلوبة ويوم 13 تقدم سيد حازم عمر بالتسكيات والتأيدات اللجنة تلقت كل الأوراق وتم حصر الأعداد المقدمة وإعداد تقرير إن شاء الله هيعرض على مجلس إدارة الهاء الوطنية انتخابات في حينه لإصدار القايمة المبدئية التي بتبين كل راغب ترشح تقدم بالتسكيات والتأيدات المطلوبة ثم يتم الاعتراض أن وجد فيه اعتراضات ما بين المرشحين لوجود صفة لهم ثم اختيار الرموز والإعلان مع المستشار سيدة كنت بتشير دائما إلى مسألة فحص الأوراق المقدمة والتأكد بالطبع من قانونية دستورية الأوراق كيف تتم عملية الفحص وأهم النقاط التي تحتاجون التأكد منها من خلال هذه العملية وفقا للجدول الزمني في لجنة متعلقة بأعمال الفحص غير لجنة التلقي لجنة الفحص بتراجع كافة الأوراق وكافة التأيدات وبتطابقها وفقا للنمازج المعدة من الهيئة وبيتم إعداد محضر بالإجراءات التي تمت وبيعرض على مجلس الإدارة فالعمال الخاصة بالفحص لازم تطابق النص المادة المتعلقة بالتسكيات والتأيدات والأوراق والأحكام أو الشهادات أو الإقرارات المتعلقة بعدم حصول أحكام أو الجنسية كل دي بيتم مراجعتها أخيرا يعني خلال الفترة القادمة بعد غلق الباب تلقي طلبات الترشح اليو ما الذي سيتم من إجراءات خلال الفترة القادمة وسواء متعلق بإعلان القائمة المبدئية أو حتى إعلان القائمة النهائية وإن شاء الله وفقا للجدول الزمني يوم 16 سيتم الإعلان عن القائمة المبدئية ثم تبدأ أعمال لجنة الفحص في الإجراءات المتعلقة بفحص المستندات وثبوت صحتها من عدمه ثم يعرض على مجلس الإدارة الإعلان القائمة النهائية وبداية الدعاءة للانتخابين إن شاء الله أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي لألهية الوطنية الانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح الانتخابات الرئيسية شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لحضرتك يعني كما طبعنا مشاهدين الكرام كل هذه التفاصيل مع معالي المستشار أحمد بنداري كل الأعمال أو كل الإجراءات كانت قد قدمت للمرشحين الراغبين في الالتحاق حتى اليوم أربعة مرشحين هم من تقدموا في ختام هذه الأيام لتلقي طلبات الترشح وبالتأكيد كما تم الإعلان سيتم الإعلان عن القائمة المبدئية في السادس عشر من أكتوبر مرورا بإجراءات يعني تلقي الاعتراضات إذا كان هناك أي اعتراضات وصولا إلى إعلان القائمة النهائية في شهر نوفمبر القادم وفقا للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات كانت هذه متابعتنا لليوم الأخير من تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية عودة إليكم مرة أخرى محمود دي جميل لمرسل التلفزيون المصري أشكرك وأشكر ضيفك الكريم المستشار أحمد بنداري ترجمة نانسي قنقر